رحلة حول مصر للأستاذ محمد السجيني ورحمة الغراء بالخيرات تأتينا بلاد الخير أوطاني وفي الله أحياني أحبك مصر من قلبي ومن روحي ووجداني فأنت النور للدنيا وأنت الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الرحلة الجديدة الماتعة الممتعة حول مصر وهذه الرحلة النهاردة إن شاء الله في محافظة الدقهلية ومحافظة الدقهلية سميت بذلك نسبة إلى قرية الدقهلة وهي كلمة دقهلة ديت كانت قرية قديمة وكانت موجودة في مركز دلوقتي حاليا تابعة لمركز الزرقاء بمحافظة دميات في تقسيم إداري جديد ومحافظة الدقهلية أيضا من محافظات الدلتا ويمكن أنا سبق وقلت لحضراتكم قبل كده إن محافظات الدلتا دي هي التي تتوسط فرع دميات وفرع رشيد لذلك محافظة دقهلية بتقع في شمال شرق الدلتا وبيحدها عدد من المحافظات طبعا هي تعتبر محافظة ساحلية لأن بيحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط ومن الجنوب محافظة القليوبية حضراتكم يمكن شايفين الرسم البياني لمحافظة الدقهلية ومحافظة الدقهلية تقريبا مساحتها أربعة آلاف كيلو متر مربع عدد سكانها تقريبا خمسة ملايين نسمة وربما تكون محافظة الدقهلية من أكبر محافظات مصر كثافة وهذه المحافظة بتشتهر كثيرا بالزراعة وتشتهر بالصناعة وتشتهر بالسياحة وتشتهر بالجو اللطيف نسبة إلى أن هي بتقع على فرع دميات وفرع دميات اللي هو فرع من النيل بالإضافة إلى وقعها على البحر الأبيض المتوسط مما يجعل درجة الحرارة منخفضة إلى حد ما في محافظة الدقهلية في شرق الدقهلية طبعا محافظة الشرقية وغرب الدقهلية محافظة الغربية ويعني هناك شبكة مواصلات وشبكة سكة حديد وشبكة خطوط برية كبيرة جدا موجودة في محافظة الدقهلية إذا من حضراتكم شايفين موقعها فوق كده في الشمال والشمال الشرقي البحر المتوسط وعندكم برضو دي الخريطة التانية فيها محافظة الدقهلية بيشوفها كده في شمال شرق الدلتا عندك البحر المتوسط وعندك محافظة الشرقية والغربية محافظة الدقهلية مشهورة كتير بالزراعة والنهضة العمرانية فيها العديد من زي مساتك شايف العديد من الكباري العديد من المناطق السياحية وإنتوا عارفين أن محافظة الدقهلية فيها بحيرة المنزلة وبحيرة المنزلة طبعا تعتبر من البحيرات المهمة جدا فيه على مستوى مصر ومشهورة بالسروة السمكية ومن أجود أنواع السمك في بحيرة المنزلة دي وهي في شمال الدقهلية عندنا مصيف جمصة أيضا من المصائف المشهورة في محافظة الدقهلية شايفين ده فرع دميات اللي حضراتكم شفتو دلوقتي ودي نهضة عمرانية كبيرة جدا بتشهدها محافظة الدقهلية وفيها أيضا سياحة دينية وفيها العديد من المساجد سواء المساجد القديمة أو المساجد الحديثة لو كلمت حضراتكم عن تاريخ الدقهلية تاريخ عريق جدا 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 لأن أهل الدقهلية مشهورين بالشهامة ومشهورين بالبطولة والشجاعة وقد تصدوا كثيرا للحملات الصليبية على مصر سنة 1249 أهل المنصورة اللي هي عاصمة محافظة الدقهلية دلوقتي أهل المنصورة أسروا لويس التاسع قائد الحملة الفرنسية وفدته زوجته مارجريت سنة 1250 بفدية تقريبا 400 ألف دينار من الذهب في ذلك الوقت وقد عنفته كثيرا لأنه قام بهذه الحملة الفاشلة على مصر حيث تصدى أهل الدقهلية لي لويس التاسع من ضمن الأمور الجميلة التي نذكرها أنه الملك الصالح نجم الدين أيوب لما كان في رحلة استشفاء في الشام لما رجع إلى دميات ثم حاول يقابل الحملة الصليبية في الدقهلية يعني لما تقهقرت دميات في ذلك الوقت قال لهم يعني احملوني على محفة اللي احنا بنسميها دلوقتي تقريبا الشيزلونج وكان الرجل كان مريضا جدا الصالح نجم الدين أيوب اللي هو كان زوجته شجرة الدر وفعلا أقاموا في عمل لنفسه ده مبنى على فكرة محافظة دقهلية أقاموا في قصر على النيل في مدينة المنصورة وتولى الجيش المصري من المنصورة الدفاع عن مصر كلها ضد الحملة الصليبية حتى هزم يعني كان قبل لويس كمان كان فيه يعني البعض من القادة قادة القادة الذين أرسلهم لويس التاسع منهم أخوت شارلز وعدد تاني ودل على فكرة قتلوا في معركة المنصورة الشهيرة وهذه المعركة بتخلي الذكر أهل المنصورة لأنهم تصدوا بكل شجاعة وبكل بطولة للحملات الصليبية على مصر وتمكنوا من هزيمة هذه الحملات وقلتلك أثر القائد العام لهذه الحملات وهو لويس التاسع الصالح نجم الدين أيوب الحقيقة رحمه الله أقام عدة مساجد يعني منها مسجد الصالح أيوب وموجود في وسط المنصورة دلوقتي موجود وما زال هذا المسجد وحضرتكم لو روحتوا فيه صحيح فيه تجديد يعني هيئة الأسار بتجدد في هذه المساجد لكن حضرتك لو روحتها هتلاقي فعلا فيه المسجد من فوق السقف بتاعه بالخشب ومنظر المسجد زي ما هو في عصر الصالح نجم الدين أيوب بالإضافة إلى مسجد الموافي وهذا المسجد قريب من مسجد الصالح أيوب أيضا وبناه الصالح نجم الدين أيوب وهناك برضو معلم من المعالم اللي ما زالت موجودة لحد دلوقتي وبيزورها كثير من السياح سواء بالنسبة للسياحة الداخلية أو السياحة الخارجية وهي دار ابن لقمان وهي المكان الذي أسر فيه أسر فيه لويس التاسع كان ابن لقمان كان قاضيا ويتبرع ببيته لكي يؤثر لويس التاسع في هذا البيت وسموه دار ابن لقمان وإدقاهلية من المحافظات الشهيرة بالزراعة والصناعة والتجارة فيها الكثير الكثير من الأعلام يعني لو ذكرنا لن نحصيهم عددا شيخ جاد الحق علي جاد الحق الإمام الشعراوي فضلة الشيخ محمد حسان الشيخ مصطفى العدو وكثير من الأعلام موجودين من الدقاهلية أسأل الله جل في علا أن يحفظ الدقاهلية وأهلها وأن يحفظ مصر وأهلها وأن يكتب لنا جميعا الأمنة والأمانة والاستقرار وأصحابكم إن شاء الله في رحلة أخرى حول مصر أستودعكم الله والسلام عليكم بلاد الخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة